حياكم الله مشاهدين الكرام مستمرون معكم ولكن نأخذ فاصل ولنا عود مرة أخرى عند تقاعده الوظيفي لم يتقاعد من مسؤولياته بل بالعكس آمن بوجوب طلب العلم من المهدي إلى اللحد فبشر بحفظ القرآن الكريم ليثبت أن العمر ليس عائقا أمام تحقيق الأهداف النبيلة نتعرف على جعفر كاظم عمران من محافظة بابل أنا رجل علمي عند سكاربا فأحب العلم وجدت أن القرآن كله علم فأحببته بشكل يعني غير طبيعي كثير من الناس يقول أنا أصبحت كبير السن لا أستطيع أن أحفظ القرآن الحفظ للشباب أنا وجدت العكس تماما أن القرآن لا يتعامل مع العمر وإنما يتعامل مع القلب بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب طبعا تراحت السنة تقول أكو واحد ما عد قلب كل عدها قلب نعم القلب يجب أن يكون منيب وقلب سليم سبحان الله هي هداية من الله عمر ستين سنة وأكملت القرآن في سنتين ونصف والله تغير بحياتي أشياء كثيرة بصراحة يعني الناس هي تحبني وأنا أحبها من قبل بس هسا جاد الحب يعني بصراحة يعني يعني ألاحظ شي غريب يعني يعني الناس قاموا تحبني أكثر أنا أحب الناس أكثر أريد أفيد الناس بأي شي أقدر لي حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم ونرحب أجمل ترحيب بالحاج العزيز جعفر كاظم عمران من محافظة بابل وما أدراك ما بابل حياكم الله حجينا وأهلا وسهلا بكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسلامي إلى الأخ والأعزاء الحضور جميعا وأطلب الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد حياكم الله حجينا تجربة نادرة ومنفردة ولكن سأترككم إن شاء الله مع الأساتذة الكرام لكي نبدأ هذا الحديث الممتع معكم حجنا الكريم من بعد أمر الإخوة الأعزاء الحاجة أبو قصاي حج عفر كاظم يعني صدقا والله كم نحن فخورين بك وإذا الإخوان يأيدونا في هذا الكلام وإذا كنتم فخورين بي حيوا بالصلاة على محمد وآل محمد وآل مصلي على محمد وآل محمد تجربة نادرة وتجربة رائعة وأنا دائما في اعتقادي أقول بأنه الإنسان منا لا يحفظ القرآن بل إن القرآن هو من يحفظه نعم والله سبحانه وتعالى من فضله عليك ومن رضاه عنك حفظك بالقرآن وأعطاك هذه الهدية في هذا العمر المبارك وأنت فعلا والله صدقا أنا أقولها من كل قلبي نموذج نموذج يحتذا به أنا أنصح دائما بالحفظ لكن كل اللي يقبلوني عمر صغيرة لكن أن تأتي بعمر بعد الستين ويحفظ وأنا جلست معه قبل البرنامج يعني وعرفت أنه حافظ ومتقن شهادة يعني في هذا العمر وحافظ ومتقن فهذه يعني شيء رائع فوق الخيال أنا أريد منك بس سؤال بسيط نعم أريد أقول يعني أعرف انعكاس هذا الحفظ على علاقتك مع الناس في المجتمع يعني الفرق بين قبل الحفظ وبعد الحفظ مع الناس الحقيقة الحفظ أنا كلامي مع الكبار يقول الكبير أنا عمري خمسين أو ستين أو سبعين لا أستطيع أن أحفظ الحفظ للشباب أو للصغار طبعا أنا برأيي هذا الكلام غير دقيق نعم هذا القرآن يتعامل مع القلب نعم لا يتعامل مع العمر الله حلو الله ماشاء الله هذا انعكاس للقرآن على الكلام نزل بي الروح الأمين على قلبك الله ولكن طبعا القلب هذا أسوأ أحد يقول الله أكو أحد ما عنده قلب الله قلب لازم يكون منيب وسليم الله أنا عندي سؤال إذا يعني تجيبون نعم عادي عادي ما هو الدافع اللي دفعك في هذا الوقت المتأخر رح أجيبك نعم هل هي صدمة هل هو استئناس هل هو تأثر أنا حجيبك أنا حجيبك واقع معيشي واقع حال نعم تأثرت به ودفعتها لحفظ القرآن الكريم حقيقة ما هو الدافع الجواب الأول تقرب ولله تعالى هو النعم هذا الجواب الأول الجواب الثاني يكون قصة كل واحد عد قصة الحافظ عد قصة قال يا عد قصة القصة اللي عدي طبعا هي مجموعة دوافع بسرحة أذكر واحدة منها هاي وحدة منها اللي هاي أنا الحقيقة رجل علمي لدي شهادتين باكالوريوس الأولى باكالوريوس هندسة كهرباء الكترون والثانية باكالوريوس علوم عسكرية في أحد السنين ذهبت لخارج العراق عند شهادات من خارج العراق أجيب شهادة اختصاصية للعراق فدخلت إلى أكبر مكتب العالم مكتبة أوكسفورت اللي هي بريطان فدخلت على المدير قلت لأريد أحسن عشر كتب علمية بالعالم باعتبار رئيس الوفد الدراسي شلد سوى لجنة الرجل جاب أحسن عشر كتب قلت لأعلمية لازم ساينتيفيك بوكس قلت لأريد عشرة تن بوكس نو مور لن يريد أكثر المهم جاب عشرة كتب تحدث الإنجليزية كأنك أين هو الإنجليزية؟ الحمد لله الإنجليزية كوي وعن لنية أنه أحفظ القرآن مرة ثانية باللغة الإنجليزية إن شاء الله إذا الله خلالي عمر المهم جاب العشرة كتب بصراحة أول كتاب على الماثماتيكس الغيرها على الفيزيك الرابع كتاب هو القرآن الكريم شاهد الله اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد حقيقة تفاجهنا القرآن الكريم الآية باللغة العربية والتفسير أو المعنى باللغة الإنجليزية فقط العلمية يأخذون الشيء العلمي بهذه الآية كيف هو؟ الله تبالي في هذا الشغل بأنه خلص الشغلات وتقاعد إجت هذه الفكرة يعني وكأنه مفارقة نين أحسنتم كثيرا استفدنا كثيرا زائدة شغلات أخرى الحمد لله بدأت أحفظ القرآن في كل شهر أحفظ جزء كامل رسالة أخيرة توجهها لكبار السن والله لكبار السن يبدأ بالحفظ من هذه اللحظة هذه اللحظة من الآن لا يخاف لا يخاف من هذه ابدأ في سورة البقرة نعم صفحة واحدة من صفحة أبدأ إلى سورة ثانية أحسنتم أسأل الله لكم العافية حتى ننصب صفحة نعم شاء الله حجوه من هذه السن من هذه السن هذه اللحظة لا تقول لكبير عمرك 100 ليس مشكلة أحفظ يعني هو يدعام المعاقل هي لأيدا طبعا تدخل النقل ما العلاقة بالعمر حجي تستحق حلقة كاملة صراحة نسأل الله لكم التوفيق والعافية الحاج عفر كاظم عمران نسأل الله لكم التوفيق والعافية وشكرا جزيلا لهذا الانضمار أثناء إحدى الحصص في المدرسة يدخل المرشد التربوي إلى الصف يحاول أن يشغل الطلاب بعمل ما فيطلب منهم قراءة بعض الآيات القرآنية ليظهر من بينهم نجم طفل قارئ كان يتردد مع أخيه إلى مركز حفظ للقرآن ومن بعدها صار الطفل محمد من القراء البارزين في مدرسته وبعدها في المسابقات القرآنية محمد قديمي من إيران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموتى الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيِّعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبَدَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْلَهُ وَلِنْفَطُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِجَارَةً أَوْلَّهُ خَيْرُ الْرَازِقِينَ صدق الله العلي العظيم حياكم الله مشاهدين الكرام الكبير بأدائه والصغير بعمره جاء إلينا من إيران مع أستاذه ومعلمه المتسابق محمد صالحي قديمي شكراً جزيلاً لكم على هذه التلاوة الطيبة وننتقل مباشرةً إلى السيد كريم موسوي تفضلوا سيد كريم محمد حبيبي أحسنت وأجد حفظك الله وجعلك الله من حفاظ كتابه الكريم وحفظ الله والديك وحفظ الله أستاذك نعم شكراً جزيلاً لكم فضيلة الشيخ باسم العابدي لكم الحديث أحسنتم يا محمد صالح بارك الله بك هنيئاً لك قربك مع القرآن وفي القرآن إن شاء الله ورد في الرواية الشريفة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه إن شاء الله يختلط القرآن نعم بلحمك ودمك وفكرك وهنيئاً لمعلمك وقد ورد في الرواية الشريفة الآباء ثلاثة واحد منهم أب علمك فالمعلم هو أب أيضاً نعم وأبارك له هذا التعليم وهذا الولد الذي سيكون مع القرآن إن شاء الله الله يبارك بيك محمد صالح يا حبيبي إن شاء الله أستاذ عماد رامي لكم الكلام إن شاء الله تبقى من الأوائل بس أرجو منك أن تدرس تدرس المقامات وتدرس يعني الشيء المناسب للقرآن الكريم أستاذ ومعلم أكيد موجود وإن شاء الله سمعت أنه كان مريض نعم ندعو له شفاء العاجل إن شاء الله صح و سلام يا رب إن شاء الله الشيخ محمد عصفور الكلام لكم تفضل حياك الله حبيبي خيلي زيبا خيلي آلي بود أسمع 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 ما شاء الله ما شاء الله هنيئا هنيئا مريئا والداك عليهم ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملاء أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن ومفصلة ما شاء الله ما شاء الله يعني جميل جدا جميل جدا أن يختلط القرآن بلحمك ودمك منذ الطفولة الموذج يحتذا به طبعا طبعا ولكن كما قال أستاذنا أستاذ عماد أنه لابد أن يدرس ويثقل هذه بالدراسة والعلم حتى تكون على بيّنة وعلى بصيرة أسأل يعرف الابتهالات هل يقرأ نعم ما شاء الله ما شاء الله محمد صالح قديمي أحسنت ما شاء الله وتيت مزمارا من مزامير آل داود جمالا في الصوت وجمالا في المظهر زينك القرآن وجملك فكنت رائعا وفي أغلب مخارج الحروف كانت سليمة رائعة فقط بقيت بعض الدقائق فقط ولا بد من شيخ يريك شخصه نعم نسك الختام سيد حسنين تفضل وآتي مخارج الحكم صبيا الله إن شاء الله نقرأت هذه لا يا عسى والعال إن شاء الله تكون شفاء نعم نعم الله يبارك فيك عندما تتجاوز الموهبة حدود العمر نكون أمام أنموذج وموهبة كمحمد صالح قديمي شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا تفضل شكرا جزيلا لكم 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 شكرا